حبيبي الحلوين النهاردة هعمل حاجة حلوة شبهكم بسبوسة انا بموت في البسبوسة ولما بتعمل في البيت تبقى ارخص كتير واحلى كتير وسهل قوي ما فياش اي تعب ولا اي تعقيد ولا اي حاجة وهتزبط معاكم بس اتبعوا الطريقة بتاعتين معنا كبايتين سميد نعم نحط ربعة كباية جوز هند تمام كوي معلقة صغيرة بيكينج بودر بيكينج بودر مش حالف هي بيكينج بودر يعني بودرة خبز مش بيكين بودر بيكين بودر دي كلمة مش موجودة في الكموس اصلا علاقة زائرة بيكين بودر هنقلب بقى المكونات الجافة مع بعض عندي هنا كبايتين سكر ومعنا هنا ربعة كباية مية نفضل بقى نقلب كده شوية كده على نار هادية عشان السكر غدار ممكن بوم في ثانية يتحرق احنا شاكشون يتحرق احنا اتأكدنا ان السكر داب هننزل بمعلقتين كبار زبدة معلقتين كبار سامدة تمام وهننزل بعلبة قشطة او قشطة بلدي من عند من عند اللبان لو مش بتوفر القشطة ممكن تقضو زبادي عادي هنستنى بقى كل المكونات دي تختلط مع بعض وتسيح مع بعض كده وهنضيف نصف كباية مية يبقى كده احنا احنا حطينا كباية لربع مية انا هطفع عليها النار خلاص هي كده تمام جدا معايا هستنى بس الفقافي دي تروح تهدى بس ديئتين تلاتة مالاقى كبيرة يسمنا هندهنها في الصانية واللي بيقول هتبقى تقيلة هي الحلويات الشرقية كده يا جماعة حدس يقعد يقول تقيلة وخفيفة هي لازم تتعمل تقيلة هنزل بقى نبس البسبوسة التقليب ما يبقاش كتير خالص يعني احنا يا دوبك بس نخلط السوائل بالمكونات الجافة عشان خاطر دي يسميد ما يطلعش الجلوتن اللي فيه ويتمط معانا وتبقى مش حلوة فاحنا عايزينها مرملة كده وتدخل على اقلوبكو بقى الفانة وشيفة طه بقى كده سلام فريدة بقى كده في الصانية كده بعد ما نرصها كده نهز بقى الصانية كما هزة كده عشان كله يبقى متساوي دخلوها الفرن على درجة حرارة امتين لمدة تلت ساعة لو ما خدتش وش واستوت من الجناب الجناب قرمشت ولعوا الشوايا عليها دقيقتين تلات عشان تقود لون من فوق عملنا الشرباط عملنا ازاي كبايتين سكر على كباية ونص مية يغلوا مع بعض وقفلوا عليها ولازم نصبوا حالا على البسبوسة وهي سخنة قطع يلاوي بالدوب بالدوب ومرمله وجميله ايه خلاصي انا هياكل بقى عشان ايه اقول لكم هي قد ايه حلوة تحفة والله العظيم تحفة تحفة خطيرة ممكن بس لو انتم مش عايزين طبقتها تخينة كده تجيبوا صنية اكبر بحيش ان هي تطلع طبقتها ارفع بس انا بحبها كده الصراحة في ناس بقى بتضيف عليها ايس كريم اشتا بس انا احب الوصفة التقليدية كده خطيرة جربوها وبقال فيها نوسفة كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم موسيقى